اشتركوا في القناة المغرب في المجال الفلاحي الذي يعد من اكثر القطعات الواعدة في المملكة يحتل القطاع الفلاحي مكانة مهمة في الاقتصاد المغربي ويولد 15% من الناتج المحلي الاجمالي وانجازاته المختلفة تجعله قطاعا حيويا ان التقدم الذي احرزه المغرب في السنوات الاخيرة في المجال الفلاحي جعله رائدا في الزراعة والصيد البحري في المغرب العربي وافريقيا حسب تصريح ممثل وزارة الفلاحة المكسيكية والتنمية الريفية لوكالة المغرب العربي للانباء في كتورا فيلالوبوس لذلك سيوثر هذا التعاون المستقبلي كما ذكرت وكالة المغرب العربي للانباء بشكل اساسي على البحث العلمي والزراعي والسلامة الصحية لاغذية والحوانات وتنظيم المعارض الزراعية كما ان المملكة توفر بيئة مناسبة للاستثمارات المكسيكية يتضح هذا من خلال شركات من المكسيك عفت نجاحا في المملكة بما في ذلك المجموعات الكبيرة بيمبو ونيطافين وكريما كما اعرب السفير المغربي في مكسيكو سيتي عبدالفتاح لبار عن اهتمام المملكة بالعمل مع المكسيك من اجل تعزيز وتنويع التعاون في مجالات زراعة وتربية الحيوانات والصيد البحري اذا عجبتك الفيديو فلا تتردد في المشاركة والتعليق اذا كنت اريد مقاطع فيديو اخرى من هذا النوع فترك لنا تعليقا في هذا الاتجاه واذا كنت ترغب في محتويات جديدة او صيغ جديدة فيرجى تحديدها ايضا في التعليقات الى اللقاء